أعلن وهبي والإخسري لاعب تونس اعتزاله الدولية لكرة القدم عقب الخروج من دور مجموعة كأس العالم 2022 وذلك بعدما ودع منتخب تونس منافسات كأس العالم بعدما حل ثالثا في ترتيب المجموعة الرابعة خلف فرنسا وأستراليا وقال لخزري عبر مقطع فيديو مصور لبي إن سبورتس الفرنسية أعتقد أنه الوقت الصحيح للقيام بذلك أنا فخور بما قدمت لبلدي خلال السنوات الماضية وأعتقد أن مستقبل هذا الجيل مشرق وأضاف الفوز على فرنسا والتسجيل أمامهم كانت أحد أفضل اللحظات في مسيرتي فأنا أشكر كل اللاعبين الذين وقفوا بجانبي في كل الأوقات الجيدة والسيئة وكان قد سجل لخزري هدف فوز تونس التاريخي أمام فرنسا ليصبح أول منتخب عربي يفوز على الديو وأصبح ذلك الهدف هو الثالث لخزري في تاريخ مشاركاته في كأس العالم ليصبح هدف العربي في المونديال بالتساوي مع الثنائي السعودي سامي جابر وسالم الدسري وأصبح هالخزري هو أول لاعب في تاريخ تونس الذي يسجل هدفا على الأقل في نسختين من المونديال فالخزري صاحب الواحد وثلاثون عاما ولد في فرنسا لكنه اختار تمثيل تونس في سن الاثنين وعشرون عاما وخاض النجد تونسي أربع وسبعون مبارا بقميص المنتخب نجح خلالها في تسجيل خمسا وعشرون هدفا وصناعة أربع عشر آخرين ويلعب هالخزري في صفوف مومبليها الفرنسي وشارك خلال الموسم الحالي في سبع عشر مبارا وسجل خمس أهداف اشتركوا في القناة